سلامة خير مرة تانية وزي ما قلنا في البداية النهاردة يوم مهم جدا في تاريخ مصر النهاردة افتتاح البرلمان الجديد او البرلمان بعد ثورة 25 يناير اكيد ليه اهمية خاصة جدا المفترض النهاردة يرأس الجلسة الاولى من البرلمان دكتور محمود السقى النائب الوفدي وحيتم اختيار رئيس البرلمان واثنين نواب كده سؤالات كتير جدا حول البرلمان ما بعد الثورة هل حينجح هل هيكون احسن من البرلمانات اللي عملت الثلاثين سنة اللي فاتوا هل المخاوف الموجودة عند الناس هتتحقق ده هنعرفه النهاردة النهاردة معنا استاذ محسن بدوي المفكر والمحل السياسي هيحاول يرد على كل تساؤلاتنا سؤال خير صباح اهلا بحضرتك يعني قبل ما اسألك طبعا على توقعاتك للبرلمان الجديد عايزة اسألك ايه رأيك في النتائج الاخيرة للاعضاء البرلمان دي ما كانتش في رأي انتخابات بالمعنى المفهوم فيها جزئين مهمين اوي الجزئ الاول ان من تصدى لطلب نوعية الانتخابات ما للمشهد السياسي وهو لا يفقه شيء عن الشارع السياسي فيه فرق ما بين الوعي السياسي والخبرة الانتخابية قاعدوا يطلبوا بقيمة احنا ما ننفعش ان احنا نبقى قيمة القيمة دي في الوقت اللي البرلمانات اللي الديمقراطيات فيه تبقى راسخة لما اتعملت القيمة اتعملت القوايم محافظات او في المحافظة فيها اكتر من القيمة حسب حجم المحافظة فبالتالي نتج عنها انه توسعت الدوائر الفردية فناس كتير قوي اللي هي قادرة على النجاح او قادرة اللي لها تواجد حقيقي في الشارع ما نزلتش لان الدوائر بقت وهمية فنزل اسماء محدش عارفها فاللي كان بينجح اللي يدوب نسمع عنه يعني يدوب نسمع اسمه فهي فعليا كان المرشحين كلهم ضعف ما كانش فيه مرشحين اقوية فتحولت من انتخابات الى استفتاء الدين المفروض ده انتخاب سياسي عندي فكرة سياسية وعندي قدرة سياسية كوادر سياسية بمعنى كلمة كوادر وده احنا مفتقدينه جدا عندنا وعي سياسي او عندنا ناس طلعة فهمة فهمة عموم بس العمل السياسي كلمة كدر هو شخص قدر على جذب الناس وفهم قضاياهم وفهم حسهم احنا ده ما كانش عندنا طب يعني خلينا نجزقها الفرلمان الجديد بيمثل الشعب المصري بكل فئاته خلص بيمثل صورة 20 يناير نسب الاديان نسب الاديان بيمثل صورة يناير يعني الناس اللي بتقول برلمان الثورة ده اسم على مستمع ولا اسم على غير مستمع طبعا اسم غلط هو اول برلمان بعد الثورة ده الاسم الصح كلمة صورة احنا عندنا دلوقتي صراعين بيتشكلوا صراع ديني سياسي وصراع تقدمي تأدبا حول محافظ الصراع الديني السياسي ده واضح الصراع التقدمي المحافظ اللي هو نبض الصورة الصورة دي لها مطالب كثيرة جدا وهذه المطالب كان اول مطلب منها ازالة رمز الطغيان وهذا ازيل وانا عايز ان احنا نذكر ان احنا ما نبقاش متشأمين لان ما حدث فيه خلال السنة اللي فاتت كان كتير حدث اخطاء كتيرة جدا حدث تخازل كتير تباطق كتير لكن حدث الكثير الرئيس مبارك السابق هذا الرجل النهاردة بيتحط في القفص وبيتحاكم ده شيء ضخم جدا اما يطلع واحد يهزر يقولي ده لسه رئيس جمهورية القاعدة حكت يعني لما يطلع لي ناس قدامه تقوله احنا قاسفين يا رئيس اوكي قل لي انت عايزه حقك انك تقول بس الواقع بيقول انه ده كله تغير رموزه كلهم موجودين فطورة ولاده الاثنين فطورة كله بيتحاكم ان فيه واحد برا انا بقص للربع الفاضي اي انما ما حدث كان كثير من الناس لا تتصوروا ونتائج عدم التصور ان اللي قالوا انه مبارك مش حيتشال هما اللي قالوا انه مش حيتحسب هما اللي قالوا انه مش حيتقدم المحاكمة هما اللي قالوا مش حيظهر في الجلسة النهاردة بيقولوا حياخد براقة افيقوا ارحمكم الله لقد زال هذا النظام النتائج الاخيرة للبرلمان بتقول ان 70% من المقعد للطيار الاسلامي ففيه تصدر كبير جدا للطيار الاسلامي على كل مقعد البرلمان بالتالي في ناس عندها مخاوف بتقول هل الاخوان المسلمين وحزب النور خلينا نقولهم عادي بالاسامي هل هيقدروا ينجحوا هل المخاوف والتصريحات الكتير اللي اسمعناها عنهم فعلا هنشوفها ولا لا طب ناس تانية بتقول لا الاخوان على طول عندهم فكر الرأس مالي اللي هو انا حعرف هزير بلد اقتصاديا ولا لا هدريك مع انهي طرف فيهم عندك تخوفات ولا شايف ان احنا هنستنى ونشوف هل هينجح ولا مش هينجح لو جاء اي حزب في الدنيا لازم يكون عندي تخوفات حتى لو كانش من طيار دين اللي ما يبتديش بتخوفات وبقلق يبقى بيهد البلد يعني يجب ان اكون دائما قلق بس انا عجبني انك قلت الاخوان المسلمين وحزب نور انت مقولتيش الاخوان المسلمين والسلفين لانه حزب نور هو حزب سلفي بامتياز ولكنه حزب بيتكلم بمرجعية سلفية انما حزب الحرية والعدالة احنا ما قدناش عارفين نفرق لان اجتماعات الوزيرة تروح تقابل السفيرة تروح تقابل او يروحوا يقابل المرشد النافع من هما يروحوا يقابلوا الحرية والعدالة انما المرشد يعني دي مفروض قانونا احزاب يجب الغاقها لقالون بيقولوا فيش حزب اسمها احزاب دينية وهي احزاب دينية بامتياز لدرجة ان ادارتها في الجناح الديني انما نبص للتخوف بقى من ناحية الفعلية اولا كلمة 70% هذه ليست حقيقة هي قاله هي مش قاله كتير احد المشاكل اللي عندنا ان احنا خلطين ما بين كلمة التحالف والحرية والعدالة التحالف في 11 حزب منهم الكرامة مثلا الكرامة خدت ست كراسي حينما نتكلم عن التحالف نتكلم عن الحرية والعدالة وكما هي التي حصلت انا عندي احساس انا هناك من يريد ان ينجح الاسلاميين عن طريق احساس الناس بان هما نجحوا وده حدث من اول جزء في المرحلة الاولى يحصدوا مفيش حاجة اسمها يحصدوا يتقدموا في القايمة دي تعبير خاطئ يحصلوا على ثلاث كراسي يحصل التاني على كرسين يتقدم وكأنه سيحصل على القايمة ده كان نوع من الايحاء ونجح لانه لما نبص على المراحل اللي بعد كده الناس انهزمت امام هذا فده اللي حصل نبص للتأسيمة صحة الحرية والعدالة واخده 218 كرسي برغم انه الارقام بتحطها مع الارقام اللي معاها اللي في التحالف يمتنوا 18 كرسي وهي نسبة عالية انما ليست النسبة الحاكمة يعني يجب ان يكون معاه اخرين ودي حتة لازم يبقى فيها تكة صغيرة لازم ناخد بالنا منها انه هذا الحزب مش هيشكل حكومة فبالتالي التحالفات هي تحالفات تكتيكية في وقائع محددة يعني القانون ده قد اجد تحالف ما بين الحرية والعدالة والكتلة والوفد ان هم موافقين انه يعدوا القانون ده او يوقفوه فالمسألة هنا مفيش تحالف سابت لانك ما بتشكلش حكومة الا لو اتعمل تحالف وهذا وارد ما بين مجموعة لكي تضغط على الحكومة وايه اللي حنوقفلكو شغلكو كله لانك ما فيش قانون حيعدي لو فوق الخمسين في المية اتفقوا هتوقفي كل حاجة بالنسبة للحكومة مش مهم انك انت تقدر توقفي تشيليها مش مهم انك انت كل ده مش مهم انما لو فوق الخمسين في المية اي قانون حييجي حنرفضه يبقى لابد للحكومة ان تتفق وهذا هو المتقع المجموعة اللي حتتفق مين كل ده لسه مفتوح عشان يضغطوا عشان الحكومة تدخل من ده اربع وزراء او ست وزراء وده اتنين وده واحد بحيث انها تستطيع تمرير القوانين ده متوقع جدا يعني في رأي حضرتك مين التحالفات المتوقعة هتحصل في البداية شوف يقينا لن يكون النور والحرية والعدل النور دي من الحاجات اللي حتبقى مشاهد جميلة جدا النور ضريبة عالية جدا على الحرية والعدلة طرق شوفي الاتنين عندهم نفس الفكر ونفس المنطلقات الحرية والعدالة عنده خبرة سياسية يعرف يقول ايه وما يقولش ايه ويقوله امتى النور مع اختلاف الكامل المتناقض تماما معاه لكنه امين وصدق كل ما عنده بيقوله دغري الحرية والعدالة لا يستطيع ان يدفع هذا السمن هذا السمن عالي جدا انه حيخسره كتير امين وصادق لانه قاصد ان يكون امين وصادق ولا امين وصادق لا لا لانه دي تركيبته هو هو ده اللي عنده وهو مش معندهش اللعب السياسي بينما الحرية والعدالة بقولك متمرس في السياسة وعارف ايه اللي بيزعى للناس والتاني عنده وعنده هذه القناعة يعني انه ده صح يعني هو ده وجهة نظره هو يرى انا ضد فكرة اساسا الخطاب الديني في العمل العام يعني انا مسلم وانت مسلم كل واحد فينا عنده الباجراون تاعته وهويته هذه الهوية نتكلم فيه ما هو نسبي انه ما ينفعش انا اقول الدين بيقول وانت تقول الدين بيقول مفيش حد فينا يملو هذه الحقيقة ينما حتشوفي بقى النور وهو بيزايد على الحرية والعدالة في القوانين وحتبتدي حتشوفي كسير هو على فكرة حيبقى فرجة جيدة يعني يعني النهاردة زين بيقولوا يوم تاريخي بجد لا النهاردة لا عادي اقول الجلسة حفور ينما لما تطرح القوانين وحيبتدي المطالب بتاعت النور هتلاقيها دائما ليها مرجعية دينية بفهمهم واي حاجة ضدها ده خروج عن الدين مش حيبقى كلام سياسي حيبقى كلام ديني ممكن نوعا في نفس الغلطة الاولى اللي حصلت بعد 25 يناير وقلنا البرلمان قبل الدستور ونبتدي بانتخابات الرئاسة قبل الدستور حيبقى تسألي اذا كانت انتخابات الرئاسة حتيجي قبل الدستور اعتقد انها تبقى نوع من السزاجة الكوميدية يعني انا بختار رئيس جمهورية ولا مش عارف سلطته وسلطته بعد اسبوعة كنت غيرت يعني احنا هنعمل لجمة الدستور في مارس سيتم انتخاب رئيس الجمهورية هو المفروض ده على كلام المجلس العسكري فتح باب الترشيح ولو اني انا شايفه متأخر قوي في 15 ابريل عشان نتكلم بمنطق كل حاجة ليها وقت اولا فتح باب الترشيح بالمنظر ده لازم يكون شهر لازم يجيب اي واحد من حقه النهاردة يترشح اما انه ب30 عضو في البرلمان او 30 الف او مرشح احد الاحزاب اللي لها عضو في البرلمان فاللي مدام حطيت 30 الف يبقى لازم يدي له الامكانية يبقى لازم يكون عنده شهر شهر بالاضافة الى فترة طعون ثم ست اسابيع يبقى دي ثلاث شهور الاحزاب الانتخابات يبقى من 15 ابريل يبقى 15 يوليو يبقى عندنا المعد الاكثر منطقية انها هتبقى فيه اعادة بعد كده فالاكثر منطقية انها هتفتح 15 ثلاثة 15 ثلاثة من حاجة نعمل دستور هو طبعا هناك امكانية لمنطق انما لان احنا نصرخ ولا نفكر ولا نتكلم ولا نتحور انه يتعامل دستور دستور كامل لكنه يتحط عليه عنوان كلمة دستور مؤقت ويتحط فيه آلية انه في خلال مدة كذا لجنة دستور تتشكل وهذه اللجنة هي التي تقوم بانشاء دستور الكامل الدستور الدائم لو عملنا الآلية دي هنحل مشكلة التايمينج بتاع الرئاسة لانه انا ما هرفش ليه احنا تأخرنا في ذلك طب احنا ليه لحد النهاردة مش عارفين ان كنا هنبدأ بالدستور ولا هنبدأ بالانتخابات وليه سايبنها العنصر المفاجئة ممكن بكرة الصبح هنقول فيه مجلس تأسيسي وحنحط الدستور دا هو فيه فيه انك انت عندك بعد احنا عندنا بعد انتخابات الشورى اللي هي اتحصلت في شهر فبراير هيكتمع المجلسين ويختاروا اللجنة التأسيسية المنطقي ان احنا لو عملنا توافق هتخلص المدة دي احنا ممكن نقعد شهرين بنتكلم في اللجنة التأسيسية ومن الممكن ان احنا نتوافق بس انا لسه ما عنديش مجلس الشورى اصلا فانا معرفش شكله ايه معرفش دا مين وده من احد خطايا اللي طالعين بيتصدروا المشهد النهاردة لانه ببساطة شديدة جدا انت عندك قدرة انك تحصل على اغلبية اعلى في الشورى من حيث الامر الواقع انما للأسف احنا بنحسبها غلط اللي تصدروا للمشهد هما قدتلك عندهم وعي سياسي لكن عندهمش وعي انتخابي مش فاهمين الشارع فاهمين العموميات تمام ايه رأي حضرتك في تولي دكتور سعد الكاتاتني الرئيس للبرلمان كما هو متوقع يعني ايه رأيي ولا يختاروا اللي اختاروه يعني هو اغلبية البرلمان هتختار انا مش هاجبني اصلا الحدوث على بعضها مش معتبرها عمل سياسي دا عمل ديني لكن خلاص هو الاغلبية حاجة 40% انه يكمل 50 اصل التانيين مش واضح او يتوافقهم قد يتوافقه وقد يترشح حد اخر والحد التاني هو كان طرح الدكتور نور فراحات ويتوافق الاخرون اللي هم عندهم فوق 50% اذا توافقه يبقى حنشوفه فجأة اذا جايز بيطلعوا بلونات وبيفرقعوا الدنيا انه لا احنا مش هم متوافقين من النواب اللي موجودين دلوقتي عدريك شايف مين يصلح اكتر واحد فيهم ان يكون رئيس البرلمان شوفي اي حد يصلح يبقى رئيس البرلمان يعني رئيس البرلمان انها رجل قانون دي انا مش شايف لها الاهم رئيس البرلمان شخص قادر على انه يقر قواعد عنده الشخصية والمفروض ان اي حد في البرلمان عنده هذه الشخصية ويلا ما كانش اكتازة بالناس يعني ده الشيء المنطقي يعني انما انه لابد انه عنده احساس بان انا حاسس انه اصلا كلمة رئيس للبرلمان هو مش رئيس هؤلاء انما هو الذي يدير الجلسات ويدير الجلسات لابد ان اشعر انه شخص محايد اذا كان هذا الشخص كده هتبقى انا مليه مش طبيعي ايا كان اتجاهه يعني لابد ان احساس الناس تعودنا بس ان يكون راجل قانون فايمكن الناس شايفاه في الاتجاه ده على فاكرة هو سعد الكتاتي مهندس انا اعتقد مش راجل قانون وبعدين سيد مرعي كان من رجال يعني من رؤساء البرلمان الناجحين في ادارتهم وكان مهندس زراعي اللجان البرلمان اللي بنسمع عنها يعني عايزة اسألها رايك ايه هي اللجان وايه هميتها اللجان هي بتناقش كل موضوع والبرلمان لما بيطرح عليه موضوع موضوع ده بيبقى اساسا متخصص يعني في الزراعة في السياحة في اله في بيطلب تقرير من اللجنة انها هتيجي اللي هي مجموعة اصغر بتتناقش في هذا الموضوع وتقدمه للبرلمان ويناقش على مستوى البرلمان كله او مستوى مجل الشعب كله فهي اللجان تخصصية ايه بس ده دورها ايه متوقع ايه للبرلمان بعد ما تعدي الخمس سنين من دلوقت سيه متوقع ايه تكون نتائجه ايه على الناس اولا لا اعتقد انه هيكمل خمس سنين اه ثانيا هو نتائجه على الناس حكتين الحاجة القول ليه مش هيكمل خمس سنين من الاو لانه المنطقي انه 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 تتغير قوي وهو سيكون بطابعته متنقض مع ظروف الالارض فما هيينفعش انه يكمل يعني ما هيينفعش انه يكمل اه ده جاه في لحظة خطأ مهم مع عدم اعمال قوانين كان يجب اعمالها جنان يعني بتعندك القانون بيقول ممنوع الاحزاب الدينية ببساطة لما عملوا تقرير لجنة تقصي الحقائق هناك تمهيلات خارجية جات للناس دي يعني دي كلها جرائم يعني أنا مش متصور مع حدث ومتساب ومعدي دي جرائم وجرائم مش هزار عزمة أيها فيه أولا هناك ضغط شعبي قوي جدا احنا مش حاسينه لأن احنا متصورين أن مصيرين الشرفاء بتوعنا عباسية هم الناس اللي صوتها عالية واللي بنسميهم الأغلبية الصمتة الأغلبية الصمتة بتتجه إلى التحرير أكتر منها بتتجه منه والقراءة الصحيحة للأرقام للإحصاءات بتقول كده ف ده تغير على الأرض موجود الحركات اللي هتحصل ما بين داخل البرلمان اللي هي الديني ديني دي هتعمل نوع من القلق مش هزار فيه نقطة هنا مهمة ممكن تأثر على المواطن العادي في بيته يحس بالتأثير الطيار الإسلامي في البرلمان مش بالمعنى ده لأنه الإحساسي بعدم المشروعية حيحصل ودي المهمة في الموضوع لكن بالنسبة للحاجة الإضافية الجيدة في هذا ودي حاجة ممتازة يعني عملية التحالفات من أجل تمرير القوانين دي تجربة معدتش علينا 60 سنة اللي فاتت فعملية إن احنا عشان نمر القانون شغلانة بجد يعني الحكومة حتتصل بالقوى السياسية عشان تقدر تجيب 50% لتمرير القانون وبعد الحاجات محتاجة لأكتر من كده فدي هتبقى شغلانة بجد وده عمل سياسي بجد يعني كنت تفضل إنه ما يبقاش في قوة تملك 44% 30% عشان الشغل يبقى أصعب عشان نقدر نجيب قوانين فعلا تعدي شعبيا وخلي بالك من النقطة إنه كل الأحزاب دي عايزة تنجح بعد كده طبع فما يقدرش يوافق على قانون غير شعبي فدي من الفواد اللي حيتعود على الناس رد سريع جدا من حضرتك يوم 25 يناير حيكون احتفال بأول ذكرى للثورة ولا حيكون استكمال للثورة استكمال طبعا يعني يعني خلينا برضو نقول إنه النهاردة في مسيرة مهمة جدا لحرية الإبداع وأكيد حضرتك ساعة ناشرة نهاردة آه عندك خبر عنها أنا 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 كنت في الموضوع كله حتشارك فيه طبعا أستاذ محسن بدوي مفكر محل السياسي بشكر حليك جدا على وجودك معينا النهاردة نورتنا الله يخريكي مرسي وشاهدين استنوا معينا بعد الفوصل لسه هنكمل فقراتنا في نهارك ساعة ترجمة نانسي قنقر